طيب ده كان امبارح حاجة مهمة للغاية بصراحة لازم اشيد بيها برضو مشهد تاني كده معلش تسمحولي ان انا يعني اقدمه قبل الخناقة بتاعة البنطلون المقطع والنقاب والكلام ده امبارح كانت بطولة القاهرة للتايكوندو بطولة القاهرة للتايكوندو دي كانت كانت متجمدة الفترة وامبارح رجع تاني في البمزة ده امبارح تحت سن عشر سنوات وفوق عشر سنوات اعايز اقولكو كانت برضو عرس جميل يعني كان اولاد صغيرين قد ايه احنا بنتفرج على ابطال صغيرين فيهم مستقبل كبير نادي الشمس امبارح حقق اه ما شاء الله عليه يعني نادي ودي دجلة برضو حقق اه ما شاء الله انا بنتي امبارح كانت برضو موجودة خدت رابع امبارح فمعلش بقولكو يعني معلش اسمحولي ان انا اهنيها على الهوى حبيبة حبيبة احمد الشعر اه اللي فاز بالبطولة امبارح كان نادي الشمس عمل ملحمة زي بقولكو رائع نادي ودي دجلة برضو عمل امبارح بطولة بصراحة برضو رائع ده دي صور بعض المنافسات اللي كانت موجودة امبارح دي زوجي في برضو اه كان امبارح زوجي وجماعي وفردي كانت امبارح البطولة كانت موجودة كده بالاحزمة المختلفة طبعا اللي كانت موجودة انا عايز اشكر بامانة شديدة كل الناس اللي كانت موجودة امبارح يعني معلش تسمحولي هنيها حبيبة في المشهد ده اخدت المركز الرابع حبيبة اللي هناك خالص اللي في الاخر اللي ناحية البرونزية البرونزية الرابع ياخد برونزية برضو وسه زحمة ايوب زحمة ايوب رئيس التحريب يقولي طب التالت بياخد برونزية الرابع ياخد ايه اخد برونزية برضو فده فريق حبيبة بنتي سلمة وروان وحبيبة كان فيه برضو فريق تاني من ودي دجلة لهاية وجميلة وليلة كانوا رائعين كابتن محمد راشد اللي بيسقف بشكره جدا كابتن تامر عبد المنعم طبعا المدير الفني الفريق ودي دجلة بحييه وبشكره جدا على المجهود الرائع بصراحة اللي ودي دجلة ابتدى يظهر به كابتن محمد عباس كابتن محمد سرجاني كابتن عمر كلهم بصراحة ناس يعني قدروا ان هم يخلوا شكل كمان تايكوندو في النادي حلو بصراحة في النادي ودي دجلة فتاني بشكر كابتن تامر عبد المنعم جدا 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 كابتن محمد راشد كابتن محمد عباس كابتن محمد سرجاني ناس عملت شغل رائع تاني معلش فريق حبيبة اللي كان مبارح اخذ المركز الرابع هو سلمة وروان وحبيبة وكان فيه برضو خدنا المركز الخامس كانت هيا وجميلة وليلة كان مبارح يوم متعب شوية من عشر الصفحة كنا هناك خلصنا مبارح ساعة تسعة ونص عشر بالليل فبس الحمد لله في الاخر اليوم عد على خير والبطولة كانت بطولة اكثر من رائعة